لتفاصيل أكثر تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنة كلودي تفاصيل لقاء لودريان بميشيل عون وجدول أعماله لليوم كوسر في الواقع لودريان الآن يجتمع مع رئيس الحكومة هنا في السراي الكبير على مقربة منه وبعد ذلك ينتقل للقاء رئيس البرلمان نبيه برري أما بالنسبة إلى لقائه مع الرئيس ميشيل عون فبدأ يتضح أن لودريان لا يحمل معه خطة للبنان إنما تأتي زيارته في إبداء اهتمام فرنسا بلبنان وزيارة استكشافية للأوضاع وأيضا تحمل عنوانا عريضا بارزا هو دعم المدارس المتوأمة مع المدارس الفرنسية وأيضا عدد من المدارس الكاثوليكية المسيحية هنا في لبنان كي لا ينهار هذا القطاع التربوي الذي دعمته فرنسا منذ الانتداب ومنذ استقلال لبنان إذن هذه الزيارة أهميتها أنها الأولى للبنان منذ أحداث أكتوبر الماضي منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري الذي كان المشاركة الأساسي في مؤتمر سادر الذي دعمته فرنسا ومنذ تشكيل حكومة الرئيس حسان الدياب ونعلم أن لودريون كان قد صرح قبل أيام في فرنسا أن لا شيء يتحرك في لبنان وهو يقصد بذلك الإصلاحات الواجب اتخاذها والبدء بتنفيذها من قبل الحكومة اللبنانية من أجل الحصول على أموال المانحين وعلى أموال مؤتمر سادر وبالطبع هذا الموضوع سوف يكون على طاولة البحث هنا في لبنان هل سيقتنع من رئيس الحكومة حسان الدياب إذا ما قال له أن الحكومة بالفعل بدأت بإصلاحات وأنها ستنفذ المزيد هل سيقبل لودريون بهذا الأمر لأن الإصلاحات التي تقول الحكومة اللبنانية الحالية إنها تقوم بها تثير الكثير من ردود الفعل وأيضا من الهواجس لدى آخرين باعتبار أنها لا تصب في الإطار الإصلاحي المطلوب وذلك يبدأ مثلا بقطاع الكهرباء الذي لم نشهد حتى الآن أي إصلاحات في اتجاهه في أي حال المهم أن هذه الزيارة سواء حملت خطة أم لم تحمل خطة إنما تعكس اهتماما من المجتمع الدولي بالأوضاع اللبنانية الفائقة الصعوبة والمهددة بالإنهيار التام كما قال لودريون بنفسه خصوصا أنه إضافة إلى الوضع المالي المتأزم وإلى كل الأوضاع الإفلاس التي تشهدها المؤسسات والقطاعات الحيوية في لبنان هناك موضوع كورونا الذي يشهد ارتفاعا في الإصابات وأيضا عاد الوضع المتفجر في جنوب لبنان إلى الواجهة حيث هناك ترقب من إمكان حصول تطورات أمنية مفاجئة كلودي أبي حنى مرسلة الغد من بيروت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر